رئيس الجمهورية قبل انتخابه في مشروعه برنامجه الانتخابي كان قدم للجزائريين مجموعة من الالتزامات وكان أكد أنه في حالة منح له الشعب الجزائري من خلال انتخابات الثقة فإنه ملتزم بتحقيق مجموعة من الالتزامات ووضع على رأس هذه الالتزامات مراجعة عميقة للدستور على أساس أن الدستور هو كما جاء في كثير من مناسبة من طرف رئيس الجمهورية سواء بعد انتخابه أو بعد أدائه لليمين على أنه يعتبر الدستور هو الحجر الأساس الذي يقوم عليه مشروع الجزائر الجديدة التي فيها مكان للجميع وفيها قطع مع كثير من الممارسات السلبية التي كانت سابقا وطبعا يعتبر الدستور هو الأساس الذي تقوم عليه مشروع رئيس الجمهورية الجديد في بناء جزائر جديدة على أساس أن الدستور هو القانون الأساسي في الدولة هو الذي يحدد فلسفة الدولة من خلال ما تقدمه الديباجة من مبادئ يقوم عليها المجتمع الجزائري سواء كانت مبادئ متعلقة بمكونات الهوية الوطنية بتاريخ الجزائر إلى غير ذلك وكذلك فيما يتعلق بتنظيم السلطات الدستور هو الذي يحدد تنظيم السلطات لذلك هناك آليات للسهر على تنظيم هذه السلطات وكذلك الدستور هو الذي يحدد حقوق وحريات المواطنين وبالتالي لا يمكن لأي مشروع إصلاحي أن ينجح إذا لم يكن هناك أساس دستوري يقوم عليه وبالتالي عندما يكون هذا النص هو أسمى قانون في الدولة فلابد أن يكون هناك التزام بتحقيق كل ما نص عليه الدستور سواء كما قلت فيما تعلق بتنظيم السلطات وحسب العلاقة فيما بينها أو تحديد حقوق المواطنين وحرياتهم بل أكثر من ذلك الدستور هو الذي يضع الآليات التي من شأنها أن تحقق كل ما ينص عليه الدستور وإلا يبقى الدستور فقط حبر على ورق وهناك عدة آليات تسهر على ضمان احترام الدستور من بينها المحكمة الدستورية التي كلفها المؤسس الدستوري بضمان احترام الدستور وضبط سير المؤسس